موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا نفس هذا منزل الأحباب فانسي عذابك في النوى وعذابي أنا بين طلابك الذين أحبهم ما أجمل الدنيا مع طلابي نعم ما أجمل وحدتنا هذه وحدة المواطنة قبل التطرق إلى هذه الوحدة نصحح وإياكم تطبيق الوحدة الماضية الذي كان نص سؤاله على النحو الآتي إملأ الجدول انطلاقا من الأمثلة نحاول أن نستخرج من الأمثلة الاسم الموصول وصلته والجملة الموصولة وكذا وظيفة هذه الجملة المثال الأول قال طبيب جراح بعد يوم مضن من العمل أشعر أن الفن يطلق مشاعر الفياضة ويهجر قلبي ما كان يحزنه من هموم الدنيا الاسم الموصول في هذه الجملة هو ما لا يتم معناه إلا بجملة الصلة جملة الصلة تأتي مباشرة بعد الاسم الموصول تأملوا معي أعزائي إذا ما طرحنا السؤال يهجر قلبي ماذا؟ كان الجواب ما كان يحزنه وهذه هي الجملة الموصولة إذن وقعت مفعولا به ننتقل إلى المثال الثاني فهو من هوات الموسيقى الهادئة التي تجعله يشعر بالابتهاج أين الاسم الموصول؟ هو التي لا يتم معناه إلا بجملة الصلة جملة الصلة هي تجعله وهي جملة فعلية أما الجملة الموصولة التي تضم كل من الاسم الموصول وصلته فهي في محل رفع خبر للمبتدأ هو ننتقل معكم إلى المثال الثالث الضمير الحي هو الذي يوجهنا إلى المتعة أين الاسم الموصول؟ الذي لا يتم معناه إلا بجملة الصلة وهي قوله يوجهنا منع هذه الجملة هي جملة فعلية أما الجملة الموصولة الذي يوجهنا فهي في محل رفع خبر للمبتدأ هو نرجع وإياكم الآن إلى وحدتنا التي هي وحدة المواطنة منكم من حضر حفل افتتاح السنة الدراسية والذي عرض فيه شريط وثائقي بعنوان وطن وإنجازات وقد اخترت بناء على تفوقك في أحسن عمل مقدم لمتوسطتك ترى ما هو شعورك تجاه هذه الدعوة لا مر يتففت خارك لأنك تستحقها فهل المواطنة يا ترى شعور مجرد من عمل يفضي إلى مزيد اجتهاد أو دفع إلى الخير الذي يشمل زملاءك وأساتذتك ووسطك المعيشي؟ سنجيب عن هذا الإشكال من خلال السند الذي هو بعنوان في سبيل الوطن أما آن أن تنسى من القوم أضغان فيبنى على أس المؤاخات بنيان أما آن أن يرم التخاذل جانبا فتكسب عزا بالتناصر أوطان وما ضر لو كانت تعاون ديننا فتعمر بلدان وتأمن قطان إذا القوم عمتهم أمور ثلاثة لسان وأوطان وبالله إيمان فأي اعتقاد فأي اعتقاد مانع من أخوة بها قال إنجيل كما قال قرآن فمن قام باسم الدين يدعو مفرقا فدعواه في أصل الديانة بهتان ولكن جهل الجاهلين طحابهم إلى كل قول لم يؤيده برهان مواطنكم يا قوم أم كريمة تدر لكم منها مدى العمر ألبان فما بالكم لا تحسنون وواجب على الإبن للأم الكريمة إحسانوا هذا سند الشعري للشاعر العراقي المعروف معروف الرصافي أول سؤال ألا وهو من يخاطب الشعر فكروا قليلا يخاطب الشعر أبناء الوطن الواحد وعماره ولكن من خلال قراءاتنا للسند يتضح أننا نحن أيضا معنيون بهذا الخطاب وهذا من جمالية الشعر وامتداده عبر الأزمان والأجيال ماذا يطلب منهم يا ترى يطلب منهم طرح التخاذل والخدلان واحتضان معاني الأخوة والتعاون والإحسان عما ينهاهم ينهاهم في المقابل عن عدم التفريق بين الإخوة تحت مسمى الدين لأن من كانت خصاله على هذا النحو ففهمه للدين سقيم كيف لا والله جل وعلا يقول في محكم التنزيل إنما المؤمنون إخوة أعزائي التناميد إذا ممتثلنا ما طلبه من الشاعر واجتنبنا ما نهانا عنه ما هي الخلاصة ما هي النتيجة التي نصل إليها ما هي يا ترى فيض إحسان غير منقطع يعم البشرية جمعا انطلاقا من الفرد فالأسرة فالمجتمع فالأوطان إذن يمكننا أن نستخلص الفكرة العامة المناسبة لعلكم دونتموها ما هي يا ترى حثوا الشاعر أبناء الوطن الواحد على التمسك بعوامل الوحدة ونبذي عوامل الفرقة ننتقل بكم الآن إلى أسئلة البناء الفني تأمل الأبيات الثلاثة الأولى ماذا أفادت أما في صدر البيتين الأول والثاني في قوله أما آن أن تنسى من القوم أضغانوا أما آن أن يرم التخاذل جانبا لعلك أدركت أن تكرار أما إنما يفيد ماذا إنما يفيد الإلحاح هناك أيضا تكرار للفا في عاجز الأبيات الثلاثة الأولى فتطرح قوله نرجع إلى القصيدة الشعرية فيبنى على أس المؤاخات بنيان فتكسب عزا بالتناصر أوطان فتعمر بلدان وتأمن قطان تكرار الفا إنما يفيد التعليل ألا ترى أنك إذا كررت الفا فإنك تريد أن تعلل شيئا ما ترى أعزائي التلاميذ استعمل الشعر في قصيدته أسلوب الاستفهام بكثرة نحدد أغراضه الأسلوب الاستفهام الأول الذي استهل به الشعر قصيدته في قوله أما آن أن تنسى من القوم أضغانوا ما هو غرضها يا ترى غرضها الاستبطاء بمعنى ألم يحن الوقت أن تطرح هذه الأضغان وفي قوله أيضا هناك جملة استفهامية أما آن أن يرم التخاذل جانبا بمعنى ألم يحن الوقت أن يطرح هذا التخاذل هناك أيضا جملة استفهامية ما هي في قوله فأي اعتقاد مانع من أخوة ما هو غرضها يا ترى فكروا قليلا غرضها النفي أي ليس هناك أي اعتقاد يدعو إلى التفريق بين الناس ختم الشاعر قصيدته بجملة استفهامية أخرى في قوله فما بالكم لا تحسنون وواجب ما هو غرضه غرضه العتاب أي مصداقا لقول الله تبارك وتعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإذا أحسن إليك الوطن فيجب أن تقابل هذا الإحسان بإحسان مثله في محاولة منا لتثبيت المعارف المكتسبة من خلال الوحدات السابقة نطرح عليكم الآن سؤال دونوه في دفاتركم السؤال هو على النحو الآتي استخرج من السند الشعري صورة بيانية وبين نوعها واشرح أيضا الصورة البيانية هي مواطنكم أم نوعها تشبيه بليغ حذفنا الأذات والوجه وأبقينا على المشبه الذي هي المواطن بينما المشبه به هي الأم للدلالة أو لتقوية للدعاء على أن الوطن بمثابة الأم في الرعاية والاهتمام وهو أيضا كذلك ننتقل بكم الآن إلى أسئلة البناء الفكري نستهله بتقويم تحصيلي مفاده ما هي عناصر الجملة الاسمية الأساسية عناصرها مبتدأ وخبر ما هي أنواع الخبر ممكن أن يرد الخبر كلمة مفردة أو جملة اسمية أو جملة فعلية أو شبه جملة تأمل معي عزيزي التلميذ هذا المثال جهل الجاهلين طحى بهم ما هو نوع هذه الجملة هي جملة اسمية مركبة المبتدأ فيها ورد اسما في قوله جهل بينما الخبر ورد جملة فعلية في قوله طحى هل يمكن للخبر أن يرد جملة اسمية؟ سنرى ذلك من خلال المثال الآتي الوطنية مفهومها واضح فالوطنية هي مبتدأ مفهومها واضح هي جملة اسمية في محل رفع خبر للمبتدأ سنعزز هذا الطرح من خلال الأمثلة الآتية الوطنية تعزز الإخلاص لوطنك أين الجملة الخبرية؟ هي تعزز وقد وردت جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الوطنية المثال الثاني المواطنون كثيرون أما المخلصون فهم قليلون المبتدأ ورد اسما في قوله المخلصون بينما الخبر ورد جملة اسمية في قوله فهم قليلون المثال الثالث المختلس ليس وطنية كيف ورد المبتدأ؟ ورد اسما والخبر ورد جملة اسمية منسوخة في قوله ليس وطنيا وهي في محل رفع خبر للمبتدأ المختلس ما هو الاستنتاج الذي نصل إليه؟ نصل إلى استنتاج مفاده أنه الجملة الواقعة خبرا لمبتدأ ممكن أن ترد جملة فعلية أو جملة اسمية مجردة ما معنى مجردة؟ أي أنها تخلو من النواسخ أو جملة اسمية منسوخة ما معنى الجملة الاسمية المنسوخة؟ هي الجملة التي دخلت عليها نواسخ السؤال المطروح الآن هل الجملة الخبري هذه تحتوي على رابط يعود على المبتدأ؟ أو تشتمل على رابط يعود على المبتدأ؟ ترى فلنلاحظ ذلك في الأمثلة السالفة الوطنية تعزز إذن تعزز فاعلها ضمير مستتر يعود على الوطنية كيف ورد الرابط هنا؟ ورد ضميرا مستترا نلاحظ في المثال الثاني قوله المخلصون فهم قليلون هم يرجعوا على المبتدأ المخلصون إذن الرابط هنا ورد ضميرا بارزا ما هو الاستنتاج الذي نصل إليه؟ نصل إلى استنتاج مفاده ترتبط جملة الخبر بالمبتدأ بضمير بارز مثاله خالد سيارته حسنة الها تعود على خالد إذن هي الرابط ثانيا ضمير مستتر نحو قولك الوطن يرعى أبناءه فيرعى جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الوطن إذن وفاعل يرعى ضمير مستتر تقديره هو يعود على الوطن إذن هو ضمير مستتر هل هناك حالة ثالثة؟ نعم في قوله لباس التقوى ذلك خير المبتدأ في هذه الجملة هو لباس ذلك هو اسم إشارة يعود على المبتدأ الذي هو لباس إذن ممكن أن يرد الرابط أيضا اسم إشارة في محاولة لتثبيت هذه المعارف المكتسبة نقترح عليكم تطبيقا سؤاله على النحو الآتي ضع الجملة الخبرية المناسبة في الفراغات الآتية الوطن فراغ ويتطور بأفراده حين يشعر الفرد أنه في خدمة الجماعة وأن الجماعة في خدمة الفرد والوطنية فراغ به ينال أبناء الوطن الواحد سؤددهم ورفعتهم بين الأمم إذا ما تحصنوا وصدروا كل ما هو جميل واستثمروا في كل ما هو نبيل إذن في هذه الفقرة فراغات نحاول بكل يسر وسهولة أن نملأ هذه الفراغات بجمل خبرية ممكن أن ترد اسمية كما يمكن أن ترد فعلية ففي قوله الوطن ويتطور بأفراده إذن ما هي الجملة المناسبة؟ لعلكم اهتديتم إليها دعنا نقول الوطن يسمو ويتطور إذن يسمو جملة فعلية في محل رفع خبر للمبتدى الوطن أين هو الرابط؟ الرابط هنا هو ضمير مستتر الذي يعود على الوطن في قوله يسمو هو الجملة الثانية في قوله الوطنية به ينال أبناء الوطن ما هي الجملة المناسبة في هذا الفراغ؟ لعلها تكون معناها جليل الوطنية معناها جليل هي جملة نسمية في محل رفع خبر للمبتدى الوطنية وهي تشتمل على رابط ترى أين هو الرابط؟ هو الضمير البارز الهاء الذي يرجع على الوطنية بهذا القدر نكتفي أتمنى أنكم قد استوعبتم هذه التعلمات جيدا أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة